وقد بدأ القادة العربة التوافد إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة الثانية والثلاثين لاجتماعي مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد غدا هذا ويشارك رئيس السوري بشار الأسد في القمة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010 بعد جهود ديبلوماسية أفضت إلى إعادة دمشق إلى محيطها العربية وبعد عزلة استمرت أكثر من 12 عاما اشتركوا في القمة